رزان ألف مبروك الله يبارك فيك كم نسبتك رزان؟ 99.43 المحديين أي محافظة كنت؟ أنا الفروانية بس مقرنا بجابر أها بجابر كنت جابر الأحمد بجابر بس هو الفروانية شنو الصعوبة لواجهتك أثناء الأختبارات؟ أكبر صعوبة كانت اللي هو القرار المفاجئ كان مال تدوير الخارجي هذا كان يعني أكبر تحس بتوتر شيء مو متعود عليه معنى هو يعني عادي نفس التدويرات الباقية بس إنه شوي شي مفاجئ كان وكان بنص فترة اختباراتي أنا اختبرت اختبارين كان تدوير داخلي وباقي اختبار تدوير خارجي رزان شين شعورت أنت الأولى على الكويت؟ سعيدة بس سعادة عادية؟ لا أكيد سعيدة متحمسة ومحس نسي متفاجئة كل المشاعر نزيل رزان نجاعت هذا حكمت تهدينا؟ أمي وبوي أكيد أمي وبوي سعادة خليل جاهة ويحفظك هم كلكم إن شاء الله رزان شو طموحتش في بعد مخاتتي الأولى على الكويت؟ والله أنا مفكرة بين ثلاثة انتيريا ديزاين أو القانون أو إدارة مخاطر يمكن غير هماد بس هدارة الحين يببالي إدارة مخاطر بجامعة حد الله سالم شنا هو شوي بالأمور الاقتصادية والاجتماعية يعني توجه شو النصوب الأمور الاقتصادية والاجتماعية أفضل من الأمور الثانية؟ إن شاء الله إن زين شتوين حق أخوانتش وخواتتش اللي حين تابعونتش على شاشة ترينت؟ طلبة أبقدم كلمة حق اللي بيروحون 12 اجتهدوا صح أنها فترة يعني صعبة بس ما رتحسين يعني رح تذوقين لذة التعب مالتش فراح يعني تحسين رب النهاية سعيدة حتى لو صحنا فترة 6 شهور 12 شهر 9 شهور رح تتعبين بس النهاية حلوة المبروك من الثانية بنت الكويت رزان وكلنا فخر والله العظيم إن اليوم إن قابلك ونفتغر فيك وإنت يعني مثال وشو دعبه عند كل الطلبة اللي بارك فك